أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصونة أن وثيقة التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والإمارات تهدف للوصول إلى تحقيق تكامل اقتصادي نوعي ليحقق الأمن الغذائي والدوائي وخلال الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة أوضح الخصونة أن الدول الثلاث تهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي عبر عمليات إحلال المواد الأساسية الأولية الموجودة في كل دولة في ضوء مقتضيات الشراكة التراكمية التي نجتمع لأجلها فإننا ننظر إلى ما لمثل هذا التكامل من فوائد استراتيجية عميقة الأثر على دولنا وشعوبنا ومن أهمها تحقيق أمن ومرونة سلاسل التزويد في دولنا بما يكفل استدامة تدفق السلع بسهولة ويحول دون أي انقطاعات أو اختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية وتحفيز للنمو والتنوع الاقتصادي وخفض تكاليف الواردات وإيجاد واردات بديلة وسينعكس كل ذلك في إيجاد المزيد من فرص العمل لمواطنين ترجمة نانسي قنقر